بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم يا سادس؟ أخذنا في الحصة السابقة درس بعنوان من علامات الترقيم وهي النقطة والنقطتان الرأسيتان وعلامة الاستفهام وتحدثنا بأن النقطة أين موقعها يا سادس؟ توضع النقطة بعد إتمام الكلام بعد الانتهاء من الكلام قال السماء كئيبة وتجهما أنهينا الكلام حط نقطة وضع نقطة وضع الكاتب نقطة لأنه أنهى الكلام وأيضا النقطتان الرأسيتان تحدثنا أنها تأتي بعد جملة مقول القول ماذا قصدنا بمقول القول؟ أي بعد قال مثل قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقطتان رأسيتان الدهر يوماني نقطتان رأسيتان يوم لك ويوم عليك إذن قال علي بن أبي طالب نقطتان رأسيتان بعد جملة مقول القول هاي جملة نحكيها جملة مقول القول الجملة التي تأتي بعد قال وضعنا على نقطتان رأسيتان وأيضا نضع النقطتان الرأسيتان قبل تعداد الشيء الدهر يومان نحكي إيش هم الدهر قبل ما نعد إيش هم اليومان وضعنا نقطتان رأسيتان يوم لك ويوم عليك إذن النقطتان الرأسيتان توضع بعد قبل أفوا جملة مقول القول أم بعد قال علي بن علي بن أبي طالب نقطتان رأسيتان إذن بعد جملة مقول القول ونضعها قبل التعداد ننتقل إلى علامة الاستفهام أتراك تغنم بالتبرم درهمة أم أنت تخسر بالبشاشة مغنمها إذن تكلمنا بأن علامة الاستفهام توضع أين بعد الاستفسار عن شيء أنا إشي مش عارفه عنا جملة استفهامية نبدأها بأداة الاستفهام حكيت لك الهمزة أو كيفة أو متى أو أين أو لماذا ونضع السؤال ومن ثم ننهيه بعلامة الاستفهام إذن علامة الاستفهام توضع بعد الاستفسار عن شيء والنقطتان الرأسيتان توضع بعد جملة مقول القول وقبل التعداد قبل ما أعد الشيء والنقطة نضعها بعد إتمام الكلام الآن ننتقل إلى إجابة أسئلة التدريبات السؤال الأول ضع علامة الترقيم المناسبة في الفراغ اللي هن نقطة أو نقطتان رأسيتان أو علامة استفهام ألف قال الشاعر لا خير في ود مرئا متلون إذا الريح مالت مال حيث تميله إذن قال الشاعر هنا قال إن قال فعل لما أشوف الفعل قال دغر الجملة الجملة التي تكون بعدها جملة مقول القول نضع على نقطتان رأسيتان إذن بعد قال الشاعر لها جملة مقول القول نضع نقطتان رأسيتان لا خير في ود مرئا متلون إذا الريح مالت مال حيث تميله هنا يقصد الشاعر بأن لا خير في الصديق المتلون المتغير إذن الصديق المتلون هو المتغير أي الذي يكون غير صادق بصحبته إذا الريح مالت مالت حيث يتميله إذا في خير بميل معها وإذا في شر بميل معها فهنا هذا ليس بصديقا ماذا أو بإنسان ماذا الصادق باب بالحوار الهادفي نصل إلى غايتنا أنهينا الكلام أتمينا معنا الكلام نضع نقطة بعد الانتهاء من الكلام نضع نقطة جيم هل أنت متفائل في حياتك؟ نضع علامة استفهام لماذا؟ بدأناها بأداة الاستفهام هل؟ وهنا نسأل إذن عند الاستفسار عن شيء نضع بعده علامة استفهام دال المرء بأصغريه قلبه ولسانه بدنا نعد بدنا نذكر تعداد أشل بأصغريه الأصغريه هي قلبه ولسانه قبل التعداد نضع نقطتان رأسيتان السؤال الثاني وظف علامات الترقيم التي درستها في جمل من إنشائك أريد إرسال على المنصة التعليمية ثلاث جمل على النقطة جملة والنقطتان الرأسيتان نقطة وعلامة الاستفهام نقطة السؤال الثاني مهم سأضع علامات إضافية للإجابة على السؤال الثاني إن شاء الله السؤال الثالث أجب عما يأتي إجابة تامة ثم أكتب علامة الترقيم المناسبة في أثناء إجابتك ألف الفعل الصحيح ثلاث أقسام نعددها كونه عندنا تعداد دغد لازم تحط ببالك إيش يا ميس إنه نضع على نقطتان رأسيتان نقول أقسامه أو أنواع الفعل الصحيح قبل ما أعدها وحط نقطتان رأسيتان النقطتان رأسيتان قبل التعداد فعل صحيح سالم فاصلة فعل صحيح مضعف فاصلة فعل صحيح مهموز أنهينا الكلام ماذا أضع؟ نقطة ماذا أضع؟ نقطة إذن عندنا إحنا اللي بخصنا اليوم النقطتان الرأسيتان والنقطة نقطتان رأسيتان قبل التعداد وبعد إنهاء التعداد وضعنا نقطة با أركان الإسلامي خمسة ما هي أيضا؟ أيضا سنعد ما هي أركان الإسلام؟ إذن نهيئ حالا أن نستعمل نقطتان رأسيتان كونها تعداد أركان الإسلامي قبل التعداد أضع نقطتان رأسيتان نقطتان رأسيتان الشهادتان فاصلة إقام الصلاة فاصلة إيتاء الزكاة فاصلة صوم رمضان فاصلة حج البيت من استطاع إليه سبيلا أنهيئ الكلام بضع نقطة إذن قبل تعداد أركان الإسلام أضع نقطتان رأسيتان وبعد الانتهاء من التعداد أضع نقطة جيم ما السؤال المناسب الذي تطرحه على زميلك إذا أردت معرفة مكان سكنه؟ إذن أنت بدأت تسأل زميلك عن سكنه ماذا توجه له السؤال؟ كون نبدأ نستفسر أو من كلمة سؤال نحضر حالا أننا نضع علامة الترقيم علامة الاستفهام نقول له أين تسكن؟ أول شي بدأ بأداة استفهام إذن لازم أنتهب علامة الاستفهام كوني بستفسر عن شيء وهو مكان سكن زميلي أين تسكن أضع علامة الاستفهام؟ هكذا تم بحمد الله شرح درس من علامات الترقيم النقطة والنقطتان رأسيتان وعلامة الاستفهام وتم الإجابة على التدريبات الرجاء نقل الإجابة وفهم الإجابة وإرسالها على منصة تعليمية وأي استفسار يوجد لديك أيها الطالب العزيز الرجاء إرساله ليه لمتابعة ما يتم الاستفسار عنه وشكرا